بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكو حبايب قلب عمليني اتمنى يا رب تكونوا دايما بقيت النهاردة كده قلنا نبتدي اليوم مع بعض على السطح قلنا نطلع بقى كل سنة طيبين والدنيا طول الليل بتمطر فاحنا النهاردة قمنا بقى قلنا ايه نعمل نضافة كده للسطح والسلم وننظف الدنيا عشان الجو لما يمطر نعرف من النظف شايفين البيت ما شاء الله الدنيا من فوق لتحت مية فانا قلت بقى قوم النهاردة من بداية اليوم بقى اخبكم معايا على السطح فوق نطلع ننظف السطح ونتمشى كده ووريكم الجو عامل ايه على السطح كده وننظف الدنيا والنظف السلم ونعمل احلى غدا واحلى كيكة النهاردة تابعوا الفيديو من الاول للاخر وان شاء الله الفيديو بتاعنا النهاردة هيعجبكم جدا جدا بس حبايب قلبي اخواتي الغليين ما تنسوا نشبقى في اللايك وشير وسبسكرايب للكنا عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله في البداية كده هنصلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك في الاولين اللهم صلي وسلم وبارك عليك في الاخرين اللهم صلي وسلم وبارك عليك في الملاء الاعلى الى يوم الدين هنبتدي بقى يومنا مع بعض النهاردة ويوم ما يبتدي بالنشاط وحيوية يلا بينا مع بعض عشان نتحدى الكسل ونشوف هنعمل ايه في بداية يومنا مع بعض يلي حبايب قلبي نشوف البداية بتاعة يومنا بس بقى تبقوا معايا من البداية للنهاية وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو زي ما انت شايفين بالمدخل بتاع البيت بتاعي شايفين السلم ما شاء الله عامل ازاي شايفين المية والدنيا من فوق لتحت انا مش عايزة نزل تحت خالص ووريكم الشارع من تحت عامل ازاي بس بيني وبينكم بقى الشارع انا هدبس فيه صمر بنتي انا هاخد السلم وهطلع على السطح من فوق وبعد كده بقى صمر بقى الجاهز لنا الغدا وكده كده احنا مرتبين الشقة والسرير وهدبسها بقى هي في الغدا وفي الشارع وانا بقى هاخد الجزء ده بالسلم من فوق والسطح احنا اتفقنا على كده بيني وبينكم كده قبل ما نطلع خلاص خلاص زي ما انت شايفين بقى انا طلعت السطح بقى وهقول لكم مين اللي بيصورني بس الوقت هوريكم عشان التصور يعني لو مش عاجبكم قد كده هتعرفوا الكائن اللي بيصورني زي ما انت شايفين الجو برد برد بصوا تلج بس يعني قلنا بقى ناخد شايفين اللي بصور زكي بيصور ما شاء الله تصوير زي العسل الوقت هوريكم مين اللي بيصورني زي ما انت شايفين قلت بقى نظف السطح الملقيت ما فيش ماه كتير يعني فيه بعد جنبي كده فيه شوية مية بقى ومازقوم احنا عاملين مواسير للسطح طبعا مواسير بتنزل المية وكده في الشارع برا احنا عندنا كده في القرياف يعني بنعمل مواسير نزق المية وخلاص فالحمد لله يعني السطح تلاقيت ما فيش عليه مية كتير قد كده يعني بعد شوية بقى مزقوم وخلاص قلت بقى ننظف السطح بالمرة عشان يبقى نضيف اه كل صامت طيبين طبعا اتجاوب احنا في فصل الشتاء والمطرة دايما بتنزل فعلى قد ما نقدر بنحاول ان السطح يكون نظيف عشان لما ينزل مية بنقوم نزقها بالمقشة وخلاص والموضوع انتهى زي ما انت شايفين السطح بتاعنا ما بحطش عليها طيور ولا حاجة انا عاملة قوضة ومقفولة بالطيور بقفل عليهم ما بسوهمش على السطح عشان السطح دايما احنا بنحب نعود عليه بصراحة دايما اكتر قاعدتي انا واولادي وجوزه برضو لما يكون موجود دايما قاعدتنا واكتر قاعدتنا كمان في رمضان بنفرش حصيرة وناخد بقى طبليتنا وناخد التسالي ووعصرنا ولو هناكل كل حاجة بصوا بنحب نقض وقتنا على السطح اه عشان كده ما بسيبش عليه الطرور بصراحة بسيبه نضيف زي ما انتوا شايفين كده شايفين التصوير هتتحكوا الوقت بموريكم مين اللي بتصورني المهم حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين قعدت بقى نظف وشايفين دي كراكيب ودى لعب ودى حاجات بتاع عبد الرحمن ابني ما بتصقرشاجي جانبها شفتو بقى مين اللي بيصورني عبد الرحمن هو اللي بيصورني بقى ومشاء الله التصوير بتاع لا وبزليني بقول لي انا بصورك والله يا ماما محتة صورك لما بعمل في حاجات والله يا ماما محتة صورك وانا بقى بقى بسيبش عشان يصورني هو ماشاء الله اخدوا الصدح حطت الجنب ده عجلة والجنب التاني المتسكλη وجنب الثاني اللعب بتاعته وكل ما جاك نصف مكاني قول ما تجيش جنب اللعب اللعب لا يا ماما قاله ماشي يا بوده مش هاجي جنبه المهم قعدنا بقى نضفنا السطح وقعد يصورني وزي انت شايفين لابس الشيب شيب بتاع صمر بقول لي ما تصورنيش عشان انا لابس الشيب شيب بتاع صمر وقالت له لا ما هم مش هيشوفوا حاجة فزي ما انت شايفين بقى قلت بقى اي افرقوا بقى على الجو عندنا في الارياب بيبقى شكله ايه بصراحة الجو بيبقى صعب جدا جدا ان احنا نعرف نخرج يعني لو الجو ممطر بصعوبة ما بعرفش خرج عيالي يروح الدروس والمدرسة وكده زي ما انت شايفين الجيران حوالينا يعني ما شاء الله كل واحد ما افل عليه لان الجو مطر مش عارفين نخرج ولا نروح ولا نجي شايفين ودي الارياب يا بنات شايفين الجو جميل ازاي شايفين الخضرة والزرع قلت يلا بقى افسحكم معايا على السطح مع اني على فكرة جو بمطر وانا بصور بس حاجات خفيفة كده لسه يعني يا دوبك نزلنا وقالت بقى ايه ما شاء الله نزلت مطر كتير قلت بقى افرقوا شايفين الطريق بتاعنا شايفين ما شاء الله لما بتمطر بنتحبس على طول في البيت ما بنعرفش نخرج زي ما انت شايفين قلت بقى ايه افرقوا السطح بقى زي الفل اهوان ما عادش عليه ده القضة بقى اللي انا وحطة فقط طيور بتاعتي يا بنات اللي انت شايفينها دي واللعب بتاع بودة بقى زي ما قلت لكم حططها على السطح دايما قاعدتنا وبنحب نعود على السطح بصراحة شايفين اكتر قاعدتنا في الصيف طبعا مش في الساعة لان الجو زي ما انت شايفين احنا في جو ارياف وجو عندنا برد شايفين الشريح بقى تحت وشايفين البلاط كله طين ده بقى دبست في صمر بنتي هي اللي نزلت مسحته كله وخلته زي الفل شايفين ما شاء الله يعني كل سنة انت طيبين حباب قلبي وربنا يعيد علينا الايام دايما يا رب الصيف او شتاه بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين زي ما انت شايفين اتجاوبها ما شاء الله جميل هنخلص بقى وننزل بقى قلت لزمورة كنا بعتين جيب بوري قلت لها هنزل لعمل لنا رز وسلطة وجهزنا بقى الغداء لما خلص السلم وبعد كده هي بقى نزلت كملت الشارع برضو ننضفته بصوا ما قولوكوش يوم الشتة ده بصراحة بيبقى متعب لتنظيف والمية والجاو زي ما انتوا شايفين يعني طبعا اكيد اكتركم بيبقى زي زي عندنا كده يعني بيبقى جاوب ما يكون ممطر بيبقى فيه نظافة وشايفين على فكرة جاوب ممطر يا بنات والله وانا بصوركم وانا بصور لكم بسك من الكاميرا مش جايب قوي يعني هتعبود عمالين ده يا ماما شايفين بقى نزل جاب بقيت اللعب بتاعته من تحته طلع واللي انت بتصوري اقول له لا ما بصورش يعني انا بصور هو مش عارف ان انا بصوره هو زعلان ان هو لبس الشيب شيب بتاع صمر عشان تبقى عارفين هو الشيب شيب بتاع تلقى نزل على مية قدام باب الشقة مرضاش يلبسه لبس الشيب شيب بتاع صمر وطلع فهو زعلان اوي ان انا بصوره وهو لبس شيب شيب بصمر وزي ما انتوا شايفين بقاولي والله يا ماما محطة صورك عمال كل ما اجا صور يقول والله يا ماما محطة صورك زي ما انتم شايفين بودة بقول له اعمل لهم باي باي بقول لا انت بصوري انا اقول له لا ما بصورش. هو نزل بقى جاب اللعب بتاعته وجاب العجلة والحاجة. يا بودة اعمل باي. باي يا بودي. شفت بدير نفسه وقولك لا. على فكرة جاوب مطر اللي واخد باله. شايفين المطرة. وده الجو بتاعنا يا بنات بتاع الارياف بقى يا رب الفيديو بتاعنا النار ده هيحجبكم. شايفين قعد لي فين? وقلت له ام يا بودة. اه بصوا اكتر قعدته على السطح وانا بازعل من كده لان الجو عندنا برد. وهو عايز يفضل على طول. شايفين مساحنا بقى السلم. انا جبت بقى السلم بالمرة. وجبت الفرشة دي كلها كانت قدام باب الشقة. رفعناها بقى اما بقى اغسلها لانها كلها يعتبر مية. اتبلت. ومسحت بقى المدخل بتاع الشقة. وصمرة بقى اخدت الجرد الاحمر ده. بتاع المسيح. وخرجت هي مسحت بره. وانا مسحت بقى ايه? زي ما اتفقنا. طبعا نقال لكم في الاول احنا متفقين. انا اخدت الجزء ده الفوق. وهي اكملت الشارع. ورتبت الشقة والسرير. وعملت لنا الغداء. وده كان اليوم بتاعنا يوم سهل وبسيط. ويوم في تعاون يا جماعة. تعاون. بحب انا اليوم اللي بيبقى فيه تعاون بقى بصه. واستغل صمر بنتي ان هي تعمل معي حاجة. بتقول يا ماما انت ما بتصدق قعد لك يوم المدرسة او لا? او والله. زي ما انت شايفين بقى حباب قلب عملت لنا رز بشعرية. وعملت لنا شوية سلطة واحنا بعتنا جمنا بوري. وكان اليوم بتاعنا وده الغداء بتاعنا سهل وبسيط. وايه? يعني ما عملناش حاجة. يعني المهم ده الغداء بتاعنا النهاردة. هتعمل ايه مصمر? غيرنا بقى هدومنا بعد ما نزلنا. وانا نعمل صانية كيكا كده حلوة سخنة. على شوية شاي ولبن بقى. بعد العصر كده وحنا قاعدين نتسلى بقى حاجة كده تدفينا بالليل. وبحب بقى اشغل الفرن بصراحة. ونحب ندفي البيت وروايح الخبيز بقى زي ما انت عارفين كل سنة وانت طيبين يا حباب. قلبيون عاد علينا وعليكم الايام يا رب بخير وصحة وسعادة يا رب. ودي الكيكا بتاعتنا عملت كيكا على السريع كده بصوا انا بحب اعمل الكيكا على السريع في الخلط. حط كل حاجة في الخلط. حط السكر واللبن والفانيليا والبيض وكل حاجة. حطها في. وبعد كده هتنزل بالمواد الجفة اللي هو ايه? اللي هي معلقة ملح ومعلقة بودر والديق وانقلمهم مع بعض. بعد كده هننزل بالخلط وبالمضرب الكهرباء او المضرب السلكة واشتغل على طول وها تطلع معاك. احلى والاز الكيكا شايفينها هشة ومفرغة. وطرية وجميلة ولزيزة وحلوة. وما تنسوش بقى تحط لايك للمصامر. حطوا لايك لايك. اللي برفع لي الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد من عندنا. شايفين حاجة كده ما شاء الله. عسل عسل عسل. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يعجبكونا الاعجابكو. وكون النهاردة الفيديو بتاعنا او اليوم بتاعنا يكون سهل وبسيط ويكون خفيف عليكم ما يكونش تقيل. انا قلت بقى ابتدي اليوم بتاعنا النهاردة في بداية اليوم على السطح. يلا قلنا بقى تعالوا معايا. يلا يا بودي التلفون كان معا بصراحة ما كنتش ناوي اصور. قلت له هتصور ماما. اه بصراحة وازلنا شوية يعني. فالمهم اصور وخلاص ربنا يهدي وصورنا. وده كان اليوم بتاعنا يا رب يعجبكم. ما تنسوش حبايا بقلبي تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وباشكر حبايا بقلبي اللي لسه اول مرة يدخلوا عندي القناة. شكرا لكم. ووجودكم شرفلية طبعا. اه وجودكم عندي شرفلية جامد. وان شاء الله قناة تكبر بوجودكم معايا بازن الله. واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة